بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من اعطال الكورس الاحترافي في صيانة مادر بورد لابدو انا معاق المهندس حسين الياسين في فيديو جديد وعطل جديد لدينا اليوم عطل بجهاز HP Pavilion G6 مشكلة الجهاز مشكلة في الفان او المروحة الخاصة بهذا الجهاز لاحظ عندما نقوم بتشغيل الجهاز لاحظ لدينا هنا HP Battery Alert لدينا تحذير بان البطارية تحتاج الى الاستبدال نحن ليس مشكلتنا في البطارية وان مشكلتنا في الرسالة ما بعد البطارية وهي المتعلقة بالتبريد لاحظ system has dedicated that calling fan isn't operating currently اذا المروحة او الفان لا تعمل بشكل طبيعي مثل هذه المشكلة ممكن ان نكون راجعة الى مشكلة في الفان نفسها او بالتغذية الخاصة بالفان فبسهولة تامة كما شرحنا في الكورس سنحصر المشكلة هذه المشكلة في المروحة نفسها اما ان المشكلة في التغذية الخاصة بالفان هنا الرسالة واضحة المشكلة في المروحة بعد ان اقوم بتشخيص العطل من خلال هذه الرسالة ان لدي مشكلة في التبريد ساقوم بفك بورد الجهاز وانتحقق المشكلة في المروحة نفسها اما ان المشكلة في توصيل المروحة مع الكوننكتور ام ان هناك مشكلة في التغذية الخاصة بتشغيل المروحة او الفان نلاحظ هنا سنقوم باختبار الفان على البور سبلاي اذا عملت الفان بشكل طبيعي performance المشكلة في التغذية الخاصة في الفان اما تعمل المروحة عند تمرير الفلطية من البور سبلاي bele sitting on board لاحظ هنا نقوم بتثبيت الدروب واختبار الفان على البور سبلاي لاحظ لا يوجد اي استجابة اذا هنا بحكم قطع الدلالة المشكلة في المروحة او في الفان الخاصة بهذا الجهاز وبالضرورة ان تستبدل هذه المروحة بنفس المروحة ومن ثم نقوم باعادة التجريب نلاحظ هنا سنقوم بتغيير الفان وتجريب فان اخرى من نفس الجهاز جهاز من السكراب او التقطيع اقوم باختبار الفان على البور سبلاي لاحظ اثبت الطرف الاسود او الارضي مع ارضي الفان واقوم بتمرير تغذية الى الفان بقيمة 3 و 3 فولت اذا عملت الفان بشكل طبيعي فالمشكلة حكما في الفان وهذه الفان التي نقوم بتجريبها تعمل بشكل طبيعي لاحظ عند تمرير التغذية الى الفان لاحظ تعمل بشكل طبيعي اذا المروحة تعمل بشكل طبيعي مئة بالمئة فسنقوم بتركيب هذه الفان ومن ثم نقوم بعادة التجريب لاحظ عند تمرير تغذية 3 و 3 فولت الى المراحة او الفان لاحظ السحب حوالي 200 ميلي امبير وتعمل بكل وظائفها هذه التغذية الثلاثة وثلاثة فولت هي التغذية المتوسطة ممكن تعمل الفان بواحد إلى خمسة فولت خمسة فولت هي الحد الأقصى نحن نقوم بضبط القيمة على ثلاثة وثلاثة فولت وهي قيمة متوسطة مع سحب أمبير حوالي 200 ميلي إذن هنا المشكلة في المروحة بحكم قطع الدلالة سأقوم الآن بتثبيت الهيتسينغ وتوصيل المروحة ومن ثم أقوم بتجريب الجهاز الآن بعد أن قمت باستبدال المروحة أو الفان سأقوم بتجريب الجهاز لاحظ سأشغل الجهاز الآن نبدأ بعملية الاختبار وسنرى هل الفان ستعمل بشكل طبيعي هل ستختفي الرسالة هم أن المشكلة ستبقى قائمة لاحظ لا يوجد أي رسائل خطأ والمروحة لاحظ دول دقيقة النظر هنا أصبحت تعمل وتدور بشكل طبيعي وأنحلت المشكلة بكل بساطة وبكل سهولة عندما تعمل بالخبرة دون العشوائية فسيكون تدبع العطل جدا سهل أمور ستكون عبارة عن خطوات بسيطة مجرد أن تعمل بالخبرة العلمية والخبرة الأكاديمية يكون كل شيء سهل وميسر إن شاء الله لاحظ الجهاز أصبح يعمل بكل وظائفه دون أي مشاكل لاحظ هذه المروحة أو الفان التي كان بها العطل يكون بها التلاف داخل في الدارة الخاصة بها والأي سيئة التي تشغل هذه المروحة من السهل استبدال المروحة مجرد أن يكون لديك أجهزة تقطيع ممكن أن تستبلل بنفس الفان أو ممكن أن تقوم بتطبيق مروحة مشابهة أو فان مشابهة بنفس المقاس بنفس الحجم أيضا ينفع الموضوع ولكن الأسهل أن تجد نفس الجهاز في السكرب أو التقطيع تقوم باستبدال المروحة أو الهيتسينك بشكل كامل ويكون الموضوع ميسر في جميع الأحوال إن شاء الله نلتقي معكم في عطل آخر جديد دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته